للطبيعة البشرية أربعة أبعاد الجسم والعقل والقلب وروح والآن لاحظ الفروق والنتائج الجيدة لهاتين الطريقتين الجسم النزعة الثقافية الإبقاء على أسلوب الحياة والعمل على معالجة المشاكل الصحية عن طريق الجراحة أو الدواء المبدأ الوقاية من الأمراض والمشاكل عن طريق توفيق أسلوب الحياة كي يكون منسجماً مع مبادئ الصحة المتعارف عليها عالمية العقل الثقافة مشاهدة التلفاز إمتاع الذات المبدأ القراءة المتعمق في مجالات شتى والتعلم المستمر القلب الثقافة استغلال علاقاتك بالآخرين لتحقيق أهدافك الشخصية والأنانية المبدأ الإنصات الإنصات باحترام وخدمة الآخرين هما أفضل وسيلة للشعور بالإشباع والسعادة الروح الثقافة الاستسلام الدائم للأمور الدنيوية والتشكيك المبدأ الإدراك أن مصدر احتياجنا الأساسي للمعنى والأمور الإيجابية التي نسعى وراءها هو المبادئ وتلك المبادئ هي الشريعة التي وضعها لنا الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر